نصبح لحضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نروح لزمالتنا في الستوديو دينا ونعرف منها أخبار الرياضة شكرا لك يا بسانت فعلا جيم عدنا دلوقتي مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا ونبدأ معكم جولتنا ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عمل جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وقدم كيروش خلال الجلسة تقريب مفصل عن مباراة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني واتفق مجلس إدارة الاتحاد الكرة خلال الجلسة على حصول البرتغالي كارلوس كيروش على راحة سلبية وصفر لبلد الحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة للانتحاد الدولي والإفريقي والخاص بإعادة مباراة منتخب مصر قدام السنغال بسبب الأحداث المؤسفة اللي شهدتها مباراة العودة واللي تلعبت يوم 29 مارس اللي فات محمود دا حمدي الوينش مدافع فريق نادي الزمالك هيخضع الاختبار الطبي علشان يحدد موقفه من المشاركة مع فريقه في مواجهة بيرمز اللي هتتلاعب يوم الأربع الجاي على ملعب الدفاع الجوي في الجولة رقم 11 اللي اتأجلت من مسابقة الدولي البطلة المصرية هانيا الحمامي لعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة على العالم في لعبة السكواش تم تتوجه ببطولة بريطانيا المفتوحة لسكواش واللي صدفتها المملكة المتحدة خلال الفترة من 28 مارس لحد 3 إبريل وفاز التهانيا في مباراة نهائية على زمريتة في وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3 واحد في مباراة ستة وسبعين ديئة وجات نتيجة الأشواط 11 9 11 7 11 8 11 4 ومن ناحية تانية خسر علي فرج لعب وادي دجلة والمصنفة التانية على العالم الرجال السكواش لقى بطولة بريطانيا مفتوحة لسكواش وكمان خسر فرج من نيوزلندي بول كول المصنف الأول على العالم بنتيجة 3 صفر في مباراة فضلت مستمرة 50 دقيقة وجات نتيجة الأشواط 12 10 11 6 11 4 فريق توتنهام الإنجليزي فاز على فريق نيو كاسل يونايتد بنتيجة 5 واحد في مباراة لجمعاتهم مباراة دمنوا منافسات الجولة 31 من مصابقة الدوري الإنجليزي ورفع توتنهام رصيده لنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبكده بقى متفوق بفرق الأهداف عن أرسنال اللي بيتساوى معاه في عدد النقط أما نيو كاسل فوقفه عند 31 نقطة في المركز الـ 15 حق فريق وستهام يونايتد الفوز على فريق إفرتون بنتيجة 2 واحد في مباراة لجمعاتهم مباراة على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبنتيجة دي رفعوا استهام رصيده للنقطة 51 في المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري وتجمد رصيد إفرتون عند النقطة 25 في المركز 17 من ترتيب البريمير ليج حقق فريق باريس سان جرمان فوز كبير على فريق لوريان بنتيجة 5 واحد خلال مباراة لجمعة الفرقتين على ملعب بارك دي برونس في الجولة 30 من الدوري الفرنسي وبعد الفوز بيحتل سان جرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة وفريق لوريان في المركز 16 برصيد 28 نقطة وبكده خلصت أخبارنا الرياضية وهنرجع مرة تانية لمحمد بسانت عشان نكمل معكم فقرات سبع آخرية مصر شكرا لك بنشكرك يا دينا ولسه مكملين كلام طبعا عن فوز الأهل مبارح